اشتركوا في القناة ويصير في الميزان وهو الآن في منزلة السماك الأعزل الساعة ثمانية وسبعة دقائق بمساء الليلة الأربعة بتوقيت جرينيتش القمر رح ينتقل لأول درجة من درجات برج الميزان وهي برضو منزلة الغفر طبعا ما رح نحكي عن السماك الأعزل لأنه هي تقريب ثلاث ساعات يعني رح تمكث فيها وبعدين انتقالها للغفر وهي زاوية للكنوز والظفر والمنعة والتفريق المشاكل النفي القمر زي ما حكينا الآن هو موجود في منزلة العذراء احنا الآن في فترة خلوم مسار حكينا أنه ساعة ثمانية وتقريبا سبع دقائق مساء بصير القمر أو بنتقل القمر وباستقر تماما في برج الميزان فبما أنه في فترة خلوم مسار فهي الفترة زي ما حكينا إنها لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بالإكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المصر الساعة ثمانية وسبعة دقائق بتوقيت جرينيتش يعني منزل ثلاث ساعات بالنسبة لتوقيت الأردن يعني الساعة دعش وسبعة دقائق مساء بتوقيت الأردن القمر بيصير في برج الميزان بما أنه رح يكون في برج الميزان معناته رح نأخذ شوي من صفات برج الميزان أو أهم صفات برج الميزان فهاي الفترة أفضل فترة عاطفية لتعزيز أو صار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر من ميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة وعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجيات جميلة طبعا حكينا أنه برضو ما في فترة الانتقال هاي أو بعد ما يتم الانتقال في عنا انتقال كوكب عطارد يعني ذكرناه في حلقة الأمس بس منه وهله ما رح نذكر عنه أي تأثيرات اللي بدو يسمع تأثيرات انتقال عطارد للعذراء بيحضر حلقة الأمس طبعا حكينا أنه الانتقال هاد رح يكون من برج الأسد لبرج العذراء رح يتم الانتقال الساعة تسعة وستة وخمسين دقيقة مساء رح يمكث عطارد في برج العذراء لغاية يوم أو صباح يوم ثلاثين ثماني أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل وبرضو ذكرناها يوم أمس هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين الزهرة وبين بلوتو وهاي رح تكون مساء هاي الليلة اللي هي ساعة 10 و44 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وحكينا أنه هاي الزاوية تأثيراتها بتستمر تقريب الأسبوع ابتداء من اليوم فبتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابيا بحيث أنها تتدعم وتتعزز أكثر وأكثر أما بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل اليوم هي زاوية وحيدة هي بين القمر وبين زحل تأثيرها طبعا حكينا إحنا الزواية اللي بين القمر وبين زحل عادة بتكون تأثيراتها قبل الزاوية أوجها له ذكر الوقت هذا تقريبا بثمان ساعات وبتنتهي بعديها بثمان ساعات يعني قرابة ما بين 12 و 16 ساعة فأنتو بتأخذوا الوسط إلها ما قبلها وما بعدها الكواكب الأخرى البطيئة اللي زي الزهرة زي عطارد هاي استمراريتها خمس أيام أقصاها ست أيام اللي مع الشمس نفس الشيء بتكون ما قبل وما بعد يعني برضو نفس الشيء سبع أيام بسبع أيام أو خمس أيام بخمس أيام على حسب الزاوية الكواكب الكبيرة اللي بتكون زي زحل زي مثلا زحل أورانوس هاي بتقعد ثلاثة شهر أربعة شهر الزاوية بين نيبتون مثلا وبلوتو بتقعد برضو نفس الشيء ثلاثة لأربعة شهور يعني زوايا طويلة لأن الكواكب حركتها بطيئة جدا طبعا هاي الزاوية اللي احنا ذكرناها اللي هي بين القمر وبين زحل حكينا قديش المدة زاوية التثليث إيجابية هي نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقرب في الميزان فخلوه المسار القادم رح يبدأ يوم الجمعة 13.08 بيبدأ تمام الساعة 38.38 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر لأول دقيقة من اليوم التالي اللي هو يوم 14.08 بعد منتصف الليل اللي هي يعني بعد منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بنتقل وبصير في العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر طبعا الهلال الجديد اليوم عمره أربع أيام في تمام الساعة 6.39 دقيقة صباحا بيصير خمس أيام نسبة الإضاءة 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22.08 هي منتحسة بنسبة 35% القمر في العذراء زي ما حكينا وبدو ينتقل للميزان رح يمكث في الميزان لأول دقيقة من يوم 14.08 سعيد بنسبة 45% عطارد في الأسد وبدو ينتقل للعذراء برضو زي ما ذكرنا رح ينكث في العذراء لغاية يوم 38 منتحس اليوم بنسبة 50% الزهراء في العذراء حتى يوم 16.08 منتحس بنسبة 10% المريخ في العذراء حتى يوم 15.09 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18.10 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11.10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثاورة حتى يوم 20.08 بعدين بيبدأ تراجع هو الآن سعيد بنسبة 15% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 11.12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر الآن مقابلك تماما يعني من نحسب ننتقل وصار في الميزان فهو هيك تلقائيا رح يصير مقابلك تماما وبما أن مقابلك هو جيد لا أمور إلها علاقة بتعزيز العلاقة بالشراكة المالية والعاطفية والتفاهم مع الشركاء بالفترة هي جيدة للمصالحات وجيدة يعني بعض الأمور اللي بتعزز من شراكتكم ولكن طبعا القمر بما أنه مقابلك يعني طاقتك ضعيفة فعشان هيك في هذه الحالة دائما ما بشيرش أنه والله الأمور 100% لا هو بشير أنه بعض الأمور ممكن تتعقد تستفزك بيكون في نوع من أنواع البلبلة بدك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حادر القطيعة والدعاوى القانونية بالفترة هاي برضو بعد عن المشاكل لأنه خصمك بهاي الفترة بكون قوي والعرقيل ممكن أنها تستفزك برج الثور طبعاً بالنسبة للقمر الآن موجود في البيت السادس اللي هو إلو علاقة في العمل وإلو علاقة في الصحة فعشان هيك اليوم أهم أمري بدكوا تنتبهوا لأعمالكم تحاولوا تنجزوا أعمالكم ما تخلوا أعمالكم تتراكم عليكم وفي نفس اللحظة بدكوا تنتبهوا لصحتكم اللي عندهم أمراض مثلاً مزمنة بدهم يحافظوا على أدويتهم على تغذيتهم إن يحتاجوا ممكن بعضكم يراجع الأطباء أو بعض الأمور العلاجية أهم شيء أنه اليوم بدكوا تنتبهوا لأنه ممكن يتراكم العمل لعندكم ممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء مارسوا نشاط بدني على المحافظة على لاياقتكم حاولوا تتحركوا اللي اليوم بدكوا تنتبهوا أنه حاولوا تنجزوا الأعمال وما تمشوا بعملين مع بعض لأنه ممكن أنكم ما تقدروا تنجزوها ممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهم إشي أنكم تحاذروا من المشاكل الصحية برج الجوزاء القمر الآن موجود في البيت الخامس اللي هو إلو علاقة في العواطف إلو علاقة بالحضوض إلو علاقة بالأبناء الأحباء فعشان هيك اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك اليوم الاتصالات واللقاءات أهم شي أنك تلطف الأجواء حاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها خصوصا مع الأحبة أو الأبناء حاول تتراجع عن بعض القرارات اللي اتخذتها بالفترة الماضية اللي ممكن كانت صعبة أو مش لمصلحتك اليوم تقدر تنال أي شي بترغبه وتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة في الفترة الماضية فمنقدر نقول لك أنه هاي فترة إيجابية ومميزة يحاول أنك تستغلها وتتحرك في جميع الأصعدة عشان أنك ما تضيعها من إيدك برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم القمر موجود في البيت الرابع اللي له علاقة في البيت والعائلة والأمور البيتية أو العقارية فعشان هيك اليوم عندكم قدرة أنك تتفاهموا وتعززوا العلاقة مع أفراد العائلة بشكل أكبر أهم شي أنك تتجنبوا توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاول أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك حاول أنك ما تفرض رأيك بشكل كبير في بعض الأشخاص المسافرين مثلا ممكن يفكروا بالفترة هاي أنهم يرجعوا لأرض الوطن أو أنه مثلا أرضهم الأم أو قريتهم أو مكان معيشتهم أهم شي ممكن تظهر اليوم بعض الأعطال أو بعض الأمور البيتية اللي تشغلك برج الأسد طبعا القمر في البيت الثالث بيت حليف لألكم فاليوم بتنشطوا بشكل كبير من ناحية التنقلات من ناحية السفر من ناحية الاتصالات طبعا الصفاء السفر القصير في منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بقيادة السيارة أو بالسيارات تصليحات أجهزة إلكترونية أشياء من هذا القبيل اليوم برضو بوسعك واجتياز امتحان وممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر عندكم النشاطات على حسب حق الاختصاص يعني على حسب أنت كيف عايش بتشتغل موظف في البيت في يعني إيش طبيعة حياتك اليوم بتنشط على حسب هذا التخصص بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم إشي أنك ما تتردد عندك قدرة على الإقناع عالي جدا وسرعة بديها عالية فحاول أنك تستثمرها برج العذرة تتركز الأمور اليوم بما أن القمر في البيت الثاني لعلكم على الأمور المالية اليوم بيحمل معا بعض الفرص أو بعض الحلول للأمور المالية في فرصة لمكسب مالي ولكن عادة الأموال يبتيجي من عمل إضافي مستردات هبات حقوق لإلكم ممكن ترجع لكم دين أنتم دينين لأشخاص ممكن يرجع منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة أهم شي أنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو لحبيب وحاولوا أنكم ما تبالغوا بمصاريفكم حاولوا تكونوا معتدلين وموضوعيين في أمور إلها علاقة بالنقاش والمساومة ممكن اليوم تهتموا لمسائل استشفائية أو دفعات إلها علاقة بعلاجات أو مراجعات طبية برج الميزان طبعا اليوم أفضل من الأيام الماضية القمر الآن موجود عندكم فعشان هيك الأجواء جيدة وداعمة لكم فممكن اليوم تبدأوا فترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم طبعا ثقتكم بأنفسكم بتنجحوا بالدفع بمصالحكم بالاتجاهات اللي بتناسبكم شعبيتكم اليوم بتكون بتصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك ممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك أهم إشي أنه اليوم تتشجع تتحرك تنطلق تحاول تعزز كل الأمور بشكل إيجابي برج العقرب طبعاً طبعاً القمر موجود في بيت المتاعب اللي هو في الميزان يعني الأوضاع مش لصالحكم مش الفترة المناسبة لألكم اللي شوي هيكي بيكون فيها بعض التعب بعض الملل صحتكم ممكن تتراجع شوي تشعروا هيكي أنه الأمور مش مناسبة مضغوطين من أشياء تتراكم عندكم طبعاً حاولوا أنه اليوم تخلدوا للراحة حاولوا أنكم ما تنجزوا أعمال فوق طاقتكم يعني الأعمال اللي بتقدروا تأجلوها أجلوها حاولوا أنكم ما توقعوا على العقد ما تبدأوا عمل جديد ما تتخذوا قرارات حاسمة في الفترة هاي برضو ما تمارسوا الحضوض لأن حضوضكم تقريباً منقدر نحكي أنه فارغة من الحظ حاولوا وتحللوا الأمور بهدوء ابتعدوا عن الأضواء ما تقرر على شيء عشان ما يخيب تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس طبعاً بتنشطوا اجتماعياً اليوم بشكل كبير القمر موجود في بيت العلاقات الاجتماعية بيتكم 11 وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يطلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شانكوا تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق يعني بتكوا تتحركوا انتوا باتجاه العلاقات الاجتماعية عشان تستفيدوا منها لأنه كل الفائد اليوم هي من الأصدقاء وعلاقاتكم الاجتماعية من مناسبة حفلة دعوة لقاء صديق قديم يعني كل الأمور بتتجه بهذا الاتجاه بيتمأن بالكم لأنه ممكن اليوم تجدوا حليف يدعم تصوراتكم وحاولوا أنكم ما تستسلموا بأنه جربت شغلة ما زبطت معك أنه خلص لا جربها مرة ثانية ممكن أنها يعني تكرر المحاولة بتثبط إن شاء الله حاولوا تنجزوا كل الأعمال المهمة قبل انتقال القمر للعقرب اللي هو بيت متاعبكم عشان ما تصير الأمور ضاغطة عليكم برج الجدي طبعا القمر الآن موجود في بيت السمعة اللي هو البيت العاشر للكم فعشان هيك وهو جيد باتجاه العمل يعني ممكن اليوم اللي ببحث عن عمل أو بده يعزز علاقاته مع رؤساءه بالعمل ممكن اليوم بترغب بإدخال تعديل على طبيعة عملك بينتبه لكم المسؤولون عنكم بيقدروا جهودكم فعشان هيك لازم تكون على رأس عملك تنجز أعمالك تكون نشيد لأنه هاي فترة حساسة جدا من خلالها يا بتكتسب الشهرة أو المديح أو الثناء على جهدك يا أما بتخالف القوانين وبتخالف التعليمات وبتأخذ انذر فعشان هيك يا هاي يا هاي انت بدك تختار ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم إشي إنك ما تضعف ما تجازف بسمعتك نهائيا لا بمخالفة قوانين لا بتسرع لا بعصبية لا بمشاكل يعني بدك تضبط أعصابك أي إشي بشوه السمعة بدك تبعد عنه نهائيا الفترة هاي نقدر نحكي إنه يا بتعطيك مية في المية يا بتأخذ منك مية في المية برج الدلو طبعا القمر موجود في البيت التاسع وحكينا أنه دائما البيت التاسع هو من أقوى البيوت لإلك لأنه هذا البيت اللي له علاقة بالدراسة الجامعية العلاقة بالقضايا القضائية العلاقة بالسفر العلاقة بالاتصالات البعيدة وطبعا كلها يعني بتكون لصالحة فعشان هيك حتى أوراق السفر والمعاملات برضو ممتازة بهاي الفترة وهي يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو تبدأ دراسة جديدة بتناقش بقوة وذكاء وعند ممكن تتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك اليوم ما تخشى شيء حاول أنك تثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة في منكو رح يرغب بالسفر أو بمراسلات أو اتصالات مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد وكلها رح تكون مثمرة حتى اللي عندهم امتحانات جامعية برضو ممتازة برج الحوت طبعا القمر الآن موجود في البيت اللي هو الثامن لألكم اتحرك عن المقابلة فأصبح في البيت الثامن ما زال في نوع من أنواع الضغط ولكنه أفضل من غيره فاليوم يعني بتهتموا في تنظيم أموركم المالية المشتركة اللي هي الأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك لحالك اللي هي أموال الزوج أموال شريكك في العمل أموال شركة أموال بانك أموال بتيجي للضرائب للتأمين أي شيء فيه مال مشترك اليوم ممكن تخوض التجربة فيه ويكون ممتازة ويجيك ربح منه حتى الفرصة بتكون متاحة لمكاسب بتيجي أو تعويضات أهم شيء أنه بالفترة هاي لأنه هذا البيت الثامن برضو طاقتكم ضعيفة ما تهملوا صحتكم أو ممكن صحة أحد الأحبة تظهر على الساحة شوي تكون بحاجة للرعائية تصبح الأجواء أكثر إيجابية عندك تتجاوب معك بشكل كبير وممكن تلاقي أعمالك صدى طيب خلال هذا اليوم أهم شيء أنك ما تتكاسل حاول أنك تسار على العمل دون مماطلة ودون أعذار اللي بده يقدم لقرض أو لتسوية مالية اليوم هذا مناسب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر